هو يا ترى ممكن حالة المزاجية تخلي الشعر يقع بتوع المريولوجي علم الأجنة لما جم لقوا ان الشعر والجهاز العصري الاتنين بينشقوا من حاجة واحدة اسمها الاكتودرم مش مهم الاسم لكن دايما بيتقال انه الاكتودرم اللي هو الجلد بالشعر اللي فيه هو بيعكس الحالة المزاجية لان هما الاتنين نشقوا من نفس المصدر الجنيني في نفس الحتة الاكتودرم هي دي هي دي واحنا المخ او جهاز العصبي ده بيتحول الى العقل بظروف الحياة بتاعتنا ونحن العقله بقى في راسه بيتشكله وبيتشكل حسب تربيته اخلاقه وسلوكياته ناشئته كلام من ده فالمزاج بتاعه في الاخر اللي هو بتاع العقل اللي هو اساس المخ فعلا بيأثر جدا على حالة الشعر وبتلاقي حالات كتيرة قوي الحالة المزاجية بيتأثر على حاجات كتيرة جدا في الجلد زي تسقط الشعر زي حب الشباب زي الارتكالية فالحالة المزاجية فعلا بتفرق يعني بالمهم او ان احنا بنيجي نشخص تسقط الشعر احنا بنحط ديه في دماغنا وفي حاجات كتيرة لا يصلح لها زي حالة الشعر لما نعالج السبب الاول اسباب الطبية وانا عشان كده بركز اوي على حالة المزاجية الموضوع ده في ناس عندهم بيجي تسقط الشعر لتيجي قلق نفسي حاد بترسل الدرجة دي عندما هطول مقعد يأكل الشعر يطفو او يأكل او يرمين يبقى عنده رغبة جامدة قوي يقلق كده مايروحش ومايرتحش غير لما يشدله شعرتين من دماغه يا سلام هديو بقى زال فل مرة ورا مرة ورا مرة الشعر ده اللي تقطع وتكسر بتبقى حتة فاضية وياريتها فاضية بس ما كنا نزرع لما كانها بسهولة ده بمكن مع شدلة الشعر جواقوة وخلعها من الجدر بتاعها بيسبب نزيف بسيط في الشعرات الدموية المحيطة بالغسيلة مرة ورا مرة ومرة ونزيف ده يعمل تلايف والتلايف ده يخلي يخنق البصائل بخلي في الشعر تاني لما كنا اتحرقت شوفوا قد ده الحالة المزاجية بتفرق الساعة ده توصل ان الناس كمان بياخدوا الشعر ويكلوه وتتخش هي الساعة كمان من الحالة المزاجية الشعر اللي بيضى بيض هو احنا عموما ان شعرنا بيبيض دي ايه في اسباب طبعية مكبر بتيجي البصائلة بتاعتنا في معها خطة خلية حلوة كده صريفة ربنا خليها سبحانه وتعالى فيبع كل بصائلة بتطلع السابغة اللي بتلون الشعر هنقول شعر السود زي المصريين عموما الساعة بيبقى شعر احمر ساعة بيبقى شعر اصفر مهم الخلية دي بيجي لها وقت بتتوقف على العمل خلاص عمرها جه الشعر يبتدي يبيض السن اللي بيبتدي فيه الشعر يبيض عادة بيبقى في اواخر التلاتينات في بعض الناس اللي هم الشعر الافريقية والسودة والزنوب بيبقى في الاربعينات ماشي لحتى لحتى امريكان عملوا دراسة كده ضريفة قوي عند سن خمسين خمسين فى المية من الناس عندهم خمسين فى المية شعرهم ابيض حالو سهلا يعني معظم الناس فعلا كده رجالة بوصلة يبتدي الشيب بتاعهم زي حالاتي كده حوالين الودان حتى دي الستات بوصلة بيجي على الحروف تلاقي الجدر تطلع ابيض من هنا ده طبيعي فيه ناس بقى بيحصل الشيب عندهم بدري شوية الشيب البدري ده بيبقى ممكن وراسة صح فبعض الناس بيبقى وراسة وراسة عندهم كده فاميليال لان عيلة دي بيتبادش عام بدري شوية فيه ناس بيبقى عندهم اسباب امراض اهمها امراض فى جهاز المناعة اللى هي بتبقى احسن صورة لها او اوضح صورة لها التعلابة اللى تظرفش الناس اللى عندهم تعلابة حيطها تفضي بطش كده اللى مش عربية كتير فيه ناس شعرها ببيض لانتاجة امراض امراض بتبقى فى اااااااااااااا متابولزم بتاع الحاجات معينة مابلودين فى التمثيل الغذائي بتاع بعض الحاجات بس دي امراض ندارة بتلاقي موجودة اطفال وشعر ابيض فيه قدوية بتعمل شعر ابيض فيه قدوية بتخلي الشعر ابيض يدخل شعر بيض دي معناها ان الخلية اللي كانت بتطلع اللون ما بقتش تطلع مش معنى كده ان تطلع اللون ابيض جواه لا هي بقت فضيع طب يبقى اللونها ابيض. يا ترى نقدر نخلي الخلية دي ترجع تاني. فيه ادوية فعلا بس الحياة نتائجها عايزة جرعة كبيرة او ده اسمه البابا ده عايز جرعة كبيرة جدا عشان تخلي الخلايا ترجع تاني تشتغل. والنتائج وما هيس يعني ما حدش توقع ان شعر بيض بدري ان فيها اللاجل حتى هزين لحظة يخلي الشعر بيضي جاتا الا بقى ان نستطيع تحط في السبغة. والسبغة دي من حاجات كلمت مع حضراتكم معرفة من كده ان يعني من اكتر لدول في السعر والسعر العالم. الاسهل هو حتى المصريين من الزمان ده في الفراعنة كانوا استعملوا الحنة معروفة لغاية دلوقتي يعني. كان الرومان بيستعملوا جيبوا مشت معمول من الرصاص ويحطوه في الخل. ويمشوا كده اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة.